السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وخير يصعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله السلام علي الحبيب التعليق الجميل اللايك للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدة وعشان دايماً أهتم الفيديوهاتكم وبيه قناعتكم يلا بقى نشوف كرائتكم ونشوف اين الأخبار عندكم الفترة اللي جاي وآخر الفيديو بإذن الله بفضل ربنا هنقول رسالة الرسالة بتاعتك على الأمنية أو على الحاجة اللي عمال تفكر فيها حالياً هنشوف رسالتك ورسالتك ان شاء الله تقول لك ان أمنيتك قريبة أو ان شاء الله بإذن الله تتحقق في الفترة القادمة لحياتك توقعات جديدة وحصرية ويلا بينا نركز واللي ينطبق عليك من الكراءة تنزل تقولي في الكومنتات انطبق عليك ولا لا اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طيب أول حاجة لم شمل لم شمل مع أشخاص مقربين لحياتك الفترة دي انت بتثبت وجودك بتسند نفسك بنفسك فيش حد بيسندك انت بتسند نفسك بنفسك وعشان كده عندك لم شمل مع أحبة لم شمل مع أطفال غايبة عنك أطفال بعاد عنك هيترموا في حضنكم من جديد هيبقى فيه تعامل أحسن من الأول بإذن الله بتلاقوش خالص انتوا عندكم لم شمل وهتلموا أطفال بينكم فيه هنا حزن طاقة حزن يعني طاقة حزن مخليك داخل في مرض مخليك داخل في عزلة حالة اكتئاب حالة حزن حالة إرهاق نفسيتك تعبانة ألا حيرة توتر على طول ومش عارف إيه السبب لا أنا مش عايزك كده عايزك تطلع ومش عايزك وشك الدبلان ده والزعل ليش هيل هم الدنيا كلها فوق كدفك اتأكد إن ربنا هو اللي بيرتب كل الأمور اللي أنت بتمر بيها أنت تقطق فيها إزدهار فبلاش تطفيها بالكلام واللي أنت بتسمعه وبالأفعال الآخرين كام يوم عندك هيجولك هيفرحوك وهيحسنه من حالتك النفسية عايزك تخلي بالك وتحصن نفسك من الحسد اللي أنت فيه الحسد الشديد اللي أنت بتعاني مين بتعاني منه وشوية التعب وشوية الأمور اللي مدايقات فترة وهتعدي ما تقلقش خالص يعني لو أنتو تعبانين نفسيا صحيا عاطفيا الله أعلم أنتو التعب اللي عندكم إيه بس فترة وهتعدي بسبب حد دخلت في دوامة بسبب حد عندك طاقة تفكير والحد ده عايش ومبسوط وإنت اللي حاليا حيران ليه ماشي في طريقك وحس إن الطريق ده ضلمة حس إن الطريق ده أنت فيه لوحدك فأرجع أقولك تاني لو عندك طفل مخنوق أو تعبان أو زهقان أو زي مشكلة عنده أو بعيد عنك هيكون فيه لم شكل وهتطبطب عليه أو هو يعني أنتو الاتنين هيبقى فيه بينكم كلام بإذن إلا فيه هنا أن أنت هتاخد موقف في عملك في علاقة في حاجة معينة هتاخد موقف والموقف ده هيكون حسين هيخليك خلاص تلفت يعني تلفت انتباهي الآخرين بشكل مختلف في حياتك قلبك حساس ودايما روحانياتك عالية وعشان كده هينكشف لك أمره قدامك من ناس بتمثل عليك الحب والبراءة بتمثل عليك الكلام الحب دايما بيكون عندك عزيمة قوية بتعرف تاخد القرار بتعرف تجيب إزاي القرش من تحت الأرض بتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة والحاجة اللي بتفكر فيها بتعملها وعشان كده هيكون عندك موضوع حاتم الله أعلم أنت نوي على إيه حاليا بس اليومين دول عندك اتفاق أو عندك موضوع حيتم حرفيا والسترة هيكون من عند ربنا لأن ربنا هيرضيك برزقك اللي مكتوب لك الفترة اللي جاية بس خليلي بالك من صحتك مين الأشخاص اللي بينك وما بينهم زعل أو بينكم وما بينه بينكم وما بين بعض كلام أو تعب أو هو كان السبب في التعب اللي أنت فيه لو فيه زعل بينكم وما بين حد هيبقى فيه كلام قريب جدا أو صلح علاقة حب قوية خطوبة زواج الله أعلم بس بالنزء أنتو عندكم علاقة حب جديدة زواج جديد أمور جديدة تخص العاطفة حياة جديدة تخص العاطفة بإذن الله بفضل ربنا هيكون فيه علاقات حلوة أو فيه صحية اطلعوا لي بس من طاقة التعب اللي أنتو مسيطرة عليكم أن أنتو جسمكم واجعكم وأن أنتو تعبنين دموعكم على خدكم عندك دموعك على خدك زعلان على نفسك قلبك مكسور مطعون مخدور في ناس قدروا يهزموك ويكسروا بنفسك بس أنت عندك ازدهار وهتلبستاك الملوك ليه؟ علشان عندك وصول لحلب وصول لهدف الله أعلم بس أنت عندك وصول لحاجة معينة أنت بتفعلها اليومين دول مهما تتغذر وتتظلم تأكد أني ليك رب كريم هيحسن من الأمور اللي أنتو فيها بس فيه موضوع ماشي ببطء بطء عندك فيه موضوع مدايقك موضوع محيرك لو عندك يعني عندك حد من الأبراج الهوائية أو من النارية عايزك تحسن العلاقة بينك وما بينه وما تسمعش ست بتوصل الكلام وتوصل لغير الكلام وما تسمعوش كلام ستات عشان دايما للستات بتحب تخرب البيوت تأكدوا من كده فخلوا بالكم من نفسكم وكونوا حرصين أنت تعبان بس من الصدمة القوية اللي أنت وخدها في حياتك مهما تدي برضو نزلوا من نظرك فما تقلقش خالص تقلقش خالص علشان خاطر أنتو مخدورين وبكده هيكون عندكم أمور هتستجد حياتك العاطفية بالك مشغول بيها جدا فيش استقرار أبدا في حياتك العاطفية خلال كام يوم هيبقى فيه اتصال مع شخص بينكم بينه زعل هيتكلموا هتتكلموا مع بعض وهتدوا فترة فيها صلحة البعض وعشان كده دايما نقول لكم تدوش ودنكم لحد ما تسمعوش لحد وداري على شمعتكم تتكمل داروا على شمعتكم عشان توصلوا للحاجة اللي أنتم عايزين فدايما امشوا بمقالة أنه أنتم عايزين أي حاجة تم اسكتو بس فيه هنا كمان بإذن الله قرار مهم هتاخدو القرار ده يخص حياتك العاطفية أنت هنا في اختبار أو في حاجة مهمة علشان خاطر تثبت قدراتك تثبت حياتك هنا عندك حد من المقربين بيرقبك والحد ده دايما واقف كده ومرصود لك بس ما تقلعش عندك ترقية عندك نقلة كبيرة بإذن الله اكتشفت حد خاين حد ظالم حد غدار حد بعد ما أنت كنت معاه في علاقة معمي وبتديه تواجهته مع بعض بالحقيقة وخدت القرار الصح وخرجته من حياتك المنفصلين هنا عندك بشرة حلوة ومناسبة حلوة وورقة مهمة جدا كانت ضاعة منك هتلاقيها أو عمتا أنتو في ورقة ضاعة منكم أو في حاجة معينة ضاعة منكم هتلاقوها أو مجرد ما هتلاقوها هتاخدوها وهيبقى عندك طاقة حلوة جدا والطاقة دي هتبقى يعني هتديك كده حيات حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى عندك هنا نصرة نصرة على ناس أزيتك أنتو على قد ما بتحاولوا بس أنتو تعبنين وبتفكروا في حاجات كتيرة جدا وعشان كده عندك فترة من الألأ فترة من الهموم بس ما تقلقوش قريب جدا فيه رزق والرزق ده هيكون تمن الصبر اللي انتو حاليا صبرينه اللي حاليا انتو مهمومين به أو شغالين عليه فما تقلقوش خالص اتأكدوا تماما إن ربنا هينصركم بصوا هنا هنا في موضوع حلو هيفرحكم قريب جدا الموضوع ده هتكونوا فيها هيكون فيه ازدهار وزي ما قلت لكم هتلبسوا تاك الملوك والزعل اللي بينك وما بين حد هيبقى فيه صلح وهتكونوا ملوك على كرس العرش ليه؟ عشان عندكم دايما انطلاقة وازدهار فيه ألوان كتيرة جدا انتو بتحبوها بتحبوا الألوان الهدية عشان كده بسبب بسبب الطاقة القريبة هيكون عندك مناسبة حلوة بس فيه موضوع عمالين تخططوله عمالين تسعوا عشان تكملوه عمالين دماغكم شغالة 24 ساعة خلوا بالكم الفترة دي من أكتر فترات نقلة جديدة أو توكيع في شغل جديد أو طاقة جديدة الله أعلم بس هتطلعوا من الطاقة اللي انتو فيها هتطلعوا من الهموم اللي انتو فيها بإذن الله خلوا بالكم انتو عندكم دخول محكمة في خير ليكم فما تقلقوش خالص مشكلتكم ان انتو دايما واخدين كل حاجة على أعصابكم وعلشان كده انتو عصبيين جدا أي حاجة تحصل بتاخدوها على أعصابكم وده غلط جدا لكم بلاش ان انتو تاخدوا كل حاجة على أعصابكم لأ هدوا نفسكم واطلعوا من أي طاقة فيها مشكلة فيها كلام فيها مواضيع فيها حيرة فيها انكلاب عكس اللي في بالكم أو من المواضيع اللي شغلة بالكم حاليا لأ خلوا عصابكم دايما هدية وخلوا دايما عندكم يقيم بالله انه هينصركم وهيعوضكم عن كل اللي انتو شايفينه في حياتكم الفترة دي ولو عندكم زعل بينكم بين أبراج هو إيا الفترة اللي جاية ممكن يكون عندكم صلح أو عندكم كلام حلو يخص حياتكم انتو من وراء الكلام ده هتدخلوا في طاقة إيجابية فما تزعلوش أبدا لأ خلي دايما أعصابكم هدية بسم الله كمان هنا ان شاء الله بإذن الله دين اللي عليكم هيتساد بفضل ربنا في ديون عليكم أو في كلام بتسمعوها كلام بتسمعوه من حد يخص فلوس الله أعلم أو انتو طالبين من حد فلوس ولسه الحد مردش عليكم مش عارفين بسم الله في هنا حد نصب عليكم الحد اللي نصب عليكم ده كان قريب منكم كان بينكم وبينه صلة احتلكم خد من حياتكم كتير خد منكم فلوس الله أعلم وعشان كده لسه الحد الآن شايدين الهم وعملين حساب صلة الرحم اللي بينكم وما بين الحد ده فيه كمان هنا يعني بينكم وبين اجران كلام او بينكم وبين حد كلام وفيه قسم اليمين عندك في حد يحلف باليمين او في حد هيتكلم في حاجة الله أعلم ما تقلقوش خالص هدوا أعصابكم مين الشخص اللي كان عزيز على قلبكم سابكم فجأة وغدر بيكم ويخرج عن اللي هو فيه يعني سابكم خالص بعد عنكم وانتو بعدتم عنه وده كان سبب أذى في حياتكم وسألتوا نفسكم أسئلة كتيرة قلتوا احنا عملنا لكم ايه علشان خاطر انتو تعملوا فينا كده في حد هنا متوفي عندك الحد ده عزيز على قلبك او انت بتحبوه قوي بينكم ما بينه حب كبير توفى فجأة وسبب توفيته ده انتو زعلته قوي والحد الآن زعلانين عليهم في هنا حد مظلوم في حياتكم بس الحد ده يعني مش عارف أقولكم ايه بس هو مظلوم قوي في حياتكم او شاي الهم كبير شاي المسئولية كبيرة والحد ده مظلوم ومستني اي بشرة تطلع من اللي هو فيه عارفين ايه مشكلتكم في طرف تالت او في علاقة تالتة او في حاجة او انتو تعبانين من العلاقة التانية او تعبانين من الطرف التالت الله اعلم اهدوا هدوا عصابكم ويرموا منكم دايما على ربنا في طاقة رجوع او انتو في طاقة انتظار رجوع حد ممكن يكون الحد ده من الابراج النارية او الحد ده من الابراج الترابية بينكم وبينه علاقة هترجع او بينكم وبينه شراك هترجع الله اعلم ايه اللي هيرجع بينكم وبين بعض هنا خد بالك من صحتك كويس جدا علشان مهما يحاولوا يستغلوك انت دايما عندك يقين بالله ان ربنا هينصرك وزي ما قلت لك من البداية ان انت هيكون عندك امور حلوة فيت احلام كتيرة عايزين تفسروها في كذا او انت بتحلم اليومين دون احلام كتيرة جدا في خوف هنا والخوف دا عامل قلق لكم وبسبب الجبل اللي شايلينه فوق كتفوق تعب وان والتعب دا ما خليكم مخنقين حسين بالملل وحسين انه مفيش جديد في حياتكم لا 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 اهدوا كده وصلوا على النبي علشان حياتكم العطفية اللي انت قلقانين عليها وصحتكم اللي في النازل فترة كل حاجة فترة معينة اتأكدوا تماما ان ولا الفرح بيدوم ولا الحزن بيدوم كل حاجة لها وقت معين هنا مستني تفرح والست الخبيثة اللي دايما مزومة ربك هياخد لك حقك الفترة اللي جاي وجوزتك هتكمل او جوزتكم او مشوار خطوبتكم او ارتبطكم بإذن الله هيكمل انت هنا كمان مستنيين تتخلصوا من الهم اللي شايلينه ومستنين تتخلصوا من الماضي اللي كان كله ظلم رجوع انتو ظهر لكم رجوع والرجوع ده هيبقى حلو برضو لحياتكم او انتو هيبقى فيه رجوع وكلام بينكم ما بين حد فيه شخص انتو بتحبوه هو ممكن يكون متجوز او في علاقة تانية او في حاجة معينة تانية الله اعلم بس انتو بتحبوه قوي ومش ومش قادرين تنسوه فيه شوية قلق على شخص عزيز على قلبكم وفي دي حسقة شديد مؤثر على حياتك مؤثر على رزقك وعشان كده عمل لك مشاكل بينك وما بين الشريك ودايما بتفكر في الانفصال او بتفكروا ازاي تخرجوا نفسكم من اللي انتو فيه لو حصنتوا نفسكم كويس جدا هتطلعوا من اي صدمة كبيرة في حياتكم كان فيه شخص بتحبوه قوي وكنتوا دايما بتفضلوه عن نفسكم الحد ده خدتوا فيه اكبر صدمة بسبب انه تكلم عليكم وانتو ما تخيلتوش ابدا في يوم من الايام انه هو لكون كده بعض طقاتك فيها فرق وبعض طقاتك فيها وسواس وقهر وده اللي مؤثر عليك ومخلي دايما عندك افكار سلبية استغفر علشان تطلع منه وفك السحر اللي عليك السحر اللي انت مخليك بتعاني من تعطيل وتفريق بينك وما بين اشخاص عزاز على قلبك باذن الله قريب جدا هيتفك او هيفسد فما تقلقش خالص قولولي بقى حبة الزعل والديق والخنقة اللي انتو بتمروا بها حاليا ايه سببها ما تقلقش ابدا ربنا هيرضيك وهيفرح قلبك بسبب الحاجة الحلوة اللي هتحصل لك قريب جدا انتو ساعدتوا اشخاص كتيرة جدا فحان وقت ان ربنا يخرجكم من الحالة الركود اللي انتو فيها اذا كانت الداري لان لان الحسد تظهر لك وليزم تحصن نفسك فالفرحة اللي انت بقالك مدة مستنيها وعمال تسع عليها قريب جدا هتكمل قريب جدا هتطلع من حالة العزلة اللي انت بتمر بيها والحالة القلق والكركبة او حالة التوتر والضغط النفسي اللي انت يعني اللي شغالين عليك فيه او طاقات الكلام اللي مدايقاك ومخلياك مخنو كلها فترة وتأكد تماما ان باذن الله بفضل ربنا هتطلع من الطاقة الهم وطاقة الظلم اللي انتو بتمروا بيها بصوا هنا حالة من الورود حالة من اليأس هتطلعوا منها بسبب الباب اللي هيتفتح عندك وبسبب ان انت هتدخل نفسك باذن الله في طاقة حلوة بسم الله هنا عندك ابتسامة حلوة هتخرجك من هم شايلو على كتفك فما تلعش ابتسامتك دايما بتسحر كل الاشخاص اللي حواليك وعشان كده هتفرح قوي بسبب ان انت هتاخد حقك بنفسك هتاخد حقك مفاجأة هتجيلك من شخص في عملك او شخص في بقى بينك وما بينه شغل او بينك وما بينه كلام بسبب المفاجأة دي هتحس بالسعادة وهتحس ان كده فيه انجزاب فيه شراقة فيه حاجة معينة حلوة فما تقلقش خالص ربك انت تريد وكل حواليك يريده بس ربك بيفعل ما يريد واللي شايفه ليك صح وعلامة وعلامة ومعروف بتقاطك من الاشخاص الناضجة من الاشخاص اللي متقلقة من الاشخاص اللي واسك في خطواتها جدا ومفوضة امرها لله وبتقول انا لي يا رب دايما باذن الله هيكمل لي فرحتي وهيسعدني من حيث لا تحت السن دايما بتدرسوا أموركم بتدرسوا طاقاتكم دايما وشوكم بشوش دايما مزاقكم عالي بس متقلبين المزاق في ثانية في ثانية ممكن مزاقكم يتقلب من حاجة لحاجة تانية خالص فبلاش تقلب المزاق خلوا عصابكم تكون هادية بلاش القلع بلاش الحيرة بلاش التوتر بلاش ان انتو تحسوا بالضغط النفسي وبلاش كل حاجة تدققوا عليها عشان كل ما هتدققوا على الحاجة اللي في حياتكم هتزعله ودايما هنا فيه التزام في تفاصيل حياتك بشكل كبير الصراحة بتاعتكم ساعات بتزعل ناس منكم وبتدخلكم في طاقات سلبية الصراحة بتزعل ناس كتير قوي مش حبالكم الخير ولا حب المكان اللي انتو فيها فمتسمعوش كلام حد ولا تستنوا حاجة من حد لأ اهدوا خالص خلوا عندكم يقين ان ربنا هيسعدكم من حيث لا تحتسب فيه شغل جدير انتو نويين عليه او فيه حاجة معينة انتو نويين عليها الفترة دي بتشتغلوا عليها نويين تسعوا نويين تكملوا الهدف من اجمل ما فيكم ان عزمتكم عالية وانه دايما بتقفوا على بر الامان ومن ورا بر الامان اللي انتو بتقفوا عليه ده بتوصلوا للاشخاص اللي انتو عايزين الحظ واقف جنبكم وعشان كده عجلة الحظ هتدور ليكم والصالحكم وهتلاقوا فرصة جديدة الفرصة دي هتكملوا من وراها امور وهتتمموا موضوع على خير وهيبقى فيه تواصل بينكم وبين شخص اشتياء او شخص بينكم وبين ولحفة بتفكر فيه ممكن يكون فيه اختلاف سن اختلاف بلد اختلاف تقاليد عادات الله اعلى بس دايما فيه تفكير بينكم وبتتمنوا ان انتو تبقوا مع بعض وفيه برضه اشخاص بيحكدوا عليكم موجودين بيحكدوا عليكم بيتكلموا عليكم بيحاولوا يأذوكم وانتو ما بقتوش تسكوا في حد تاني زي الاول بقى عندكم امور مختلفة بس انتو هنا منعزلين وقفلين على نفسكم ومش عايزين اي حاجة جديدة والروتين مسيطر عليكم ونخليكم زي ما قلت لكم دخلكم في عزلة واكتئاب وصمت لا عدوا الحروب اللي انتو فيها وطلعوا من طاقة الصمت اللي انتو بتمروا بيها وخلي بالكم الاستقرار والهدوء الفترة اللي جاية هياخد جزء كبير من حياتك وهياخد كده طاقة منك فيها فرق مشاكلك هنا بسبب القهر والظلم اللي في قلبك من جميع النواح حسن انه ما فيش حاجة بتكمل لا ابدا انت بس اهدى المال اللي انت محتاجه هيوصل لك خلال فترة معينة في موضوع بينك وما بين اهل او بينك وما بين اسرة مشاكل بينك وما بين حد المشاكل دي بسبب مديات بسبب ورث قضية في محكمة هتكمل لك على خير مهما انتو اقوية اقوية ومهما انتو ناس كده عندكم عزيمة وقوة بس دايما قلبكم حزين وقلبكم عامل زي الطفل لو لقيتوا حد طب طب عليكم هتترموا في حجمه هتحكيولو على كل اللي تعبكم او كل اللي ظلمكم هنا عندك قلق في البيت قلق يخص اولاد يخص اهل يخص شريك الله اعلم فياريت تخلي بالك من نفسك على قد ما تقدر الفترة اللي جاية وتكون حريص على كل افعالك وحريص على كل كلمة طلعة من لسانك حتى يعني يعني عايزك تكون حريص كل المطلوب منك الحرص على نفسك قوي هيكون فيه كمان بعض التغيرات عندك في عملك في حياتك بالكامل الله اعلم بس انت الفترة اللي جاية دي هيكون عندك حب التغيرات حلوة هيكون كمان عندك انتصارة على بعض الاشخاص اللي موجودين في حياتك ومتعمدين دايما يأذوك او متعمدين دايما يتكلموا عليك انت من اكتر الشخصيات اللي هي بتحب تعيش الحياة ببساطة من اكتر الشخصيات اللي بتحب تشوف الحاجة ببساطة جدا بتحب الحياة بتحب التجديد ما بتحبش الروتين ابدا الروتين بتاعك دا بيعمل لك مشاكل نفسيا وجسديا بيخليك تعاني من حبة عراقيل موجودة في حياتك بس ايامك اللي جاية هتكون ماشي في كذا طريق والطريق اللي انت هتكون ماشي فيه دا هيكون حلوة نشوف بقى رسالة ربنا ليك ايه وايه اللي مستخبئ عندك حط النية بتاعتك يا ترى نيتك ايه علشان كده هيظهر لك الرسالة الحلوة دي الرسالة الحلوة بتقول لك فعلا الله يغير من اجلك كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك يبقى الرسالة تخص امورك العاطفية صح لو ما كانش تخص امورك العاطفية فتخص امورك المادية الرسالة بتقول لك فلعل الله يغير من اجلك كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك قل لي بقى ان الامنية بتاعتك تستاهل منك ايه الأمنية بتاعتك فعلا بتخص العاطفة ولا تخص حالتك المادية فكل الأحوال أتمنى لك السعادة وأتمنى لك الهنة أتمنى لك التغيير والفرحة والطاقة الإيجابية بإذن الله بفضل ربنا لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط لي لايك وتكتب لي تعليق جميل تحياتي ليك وأتمنى لك السعادة والهنة لأيامك اللي جاي